بداية الرعب السلام عليكم أصدقاء الكرام جميعا سمعنا عن الدارك ويب ومخاطره لذا دعونا نتعرف على ما حدث مع صديقنا تدور أحداث قصتنا اليوم حول شاب يسمى فادي فادي مهتم جدا بعالم اليوتيوب ولذلك قرر أن يقوم بإنشاء قناة كان المحتوى الذي يقدمه فادي عن الرعب فقد كان فادي ومعه أصدقائه يتجهون إلى مكان مرعب ومهجور ويدخلون إليه ويظلون به فترة من الوقت ثم يخرجون مع الوقت لاحظ فادي انخفاض عدد متابعيه هنا شعر فادي أن الرعب ليس هو الشيء المفضل للناس وبالبحث اكتشف فادي أن الأغلبية العظمى يفضلون فيديوهات التحديات مثل أن يقوم فادي بتحدي الدخول إلى مكان ما مثل مولا تجاري ويظل به لمدة يوما كاملا بحيث يتسوق به ويوضح طبيعة المنتجات وهكذا في صباح اليوم التالي قرر فادي أن يذهب إلى أحد الأسواق القريبة من المنزل لم يكن باستطاعة فادي أن يأخذ معه طعام أو شراب وذلك بسبب الأوامر الصارمة التي وضعها ملاك هذا السوق دخل فادي إلى السوق وبدأ يتجول هنا وهناك بعدها استراح في أحد المطاعم وتناول وجبة من الطعام بينما كان فادي يسير في المتجر أمسك به أحد أفراد الأمن اتهم فرد الأمن فادي بمحاولة سرقة المتجر وذلك لأن فادي ظل فترة طويلة متواجد داخله أمر فرد الأمن فادي أن يشتري ما يرغب به ويخرج بسرعة من المتجر وإلا سوف يقوم أفراد الأمن بطرده تمكن فادي من مراوغة حراس الأمن والجلوس لفترة طويلة جدا في الحمام حينها ظن أفراد الأمن أن فادي قد غادر بعد إغلاق السوق بالكامل خرج فادي من الحمام توجه إلى قسم المراتب وبدأ في التصوير انتهى فادي من التصوير ولكنه كان متعبا جدا فغلبه النوم استيقظ فادي على صوت هاتفه الذي كان يهتز كانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا استيقظ فادي فسمع صوت أحد ما يقترب منه أخرج فادي رأسه ببط ليكتشف من هو الشخص القادم فكانت الصدمة التي جمدت الدم في عروق فادي فجأة ظهر لفادي شخص ذو وجه مشوه وعيناه كبيرتان لدرجة لا يمكن تصورها كان منظر هذا الشخص مخيفا جدا فجأة ابتعد هذا الشخص عن فادي رأى فادي رجلا يسير وأمامه هذا الشخص المشوه كان الشخص المشوه مقيدا بسلسلة في رقبته والرجل الآخر هو الذي يمسك بالسلسلة تمكن فادي من تصوير هذا المنظر المرعب وبينما كان فادي يهم بالهروب رأى منظرا غريبا جدا رأى فادي مجموعة من السيدات يقفن بجانب رجل ويرسمن عليه طلاسمة ورموز غريبة كما رأى أيضا رجلا بقناع أبيض يتسلق إحدى المكتبات الخشبية ولكن هذا الرجل بدأ يصرخ دون أن يعرف فادي السبب قرر فادي العودة إلى مخبئه بين المراتب والانتظار حتى الصباح لكي يتمكن من الخروج سالما كان فادي يظن أن هؤلاء هم عبدة الشيطان أو شيئا من هذا القبيل عاد فادي مرة أخرى إلى مخبئه الذي كان مظلما جدا أخرج فادي هاتفه ولاحظ شيئا مرعبا إلى جانبه رأى فادي عينان تنظران إليه تفاجأ فادي بأن هذين العينين هما لنفس الشخص المشوه المخيف الذي كان ينظر فادي إليه في البداية حاول فادي الهرب ولكن ذلك الشخص المشوه أمسك به كان الشخص المشوه يحاول خنق فادي حتى الموت وبدأ يدخل أصابعه الأربعة في فم فادي لدرجة أن فادي شعر بأن فكه السفلي سوف يتكسر من شدة الألم بعدها سمع فادي الصوت الذي أنقذه من هذا الموقف صدر صوت من بعيد ينادي قائلا يزن تعال إلى هنا على الفور ترك هذا الشخص المشوه فادي وانصرف مسرعا ظل فادي خائفا في مكانه حتى أتى الصباح أمسك رجل الأمن بفادي وبدأ يضربه معتقدا أنه لص حاول سرقة المكان ولكن فادي أخرج هاتفه وأخبر رجل الأمن أنه يصوره وأنه إذا قام بضربه فإنه سوف يعرض هذا الفيديو ليراه الجميع تعجب الرجل مما يقوله فادي هنا استغل فادي الفرصة وتمكن من الإفلات من يد رجل الأمن وبدأ يرقض مبتعدا حاول رجل الأمن ملاحقة فادي ولكن لأن فادي كان أصغر سنا تمكن من الهرب عاد فادي إلى منزله وقام بإغلاق قناته بصفة نهائية لم تكن الصدمة التي تلقاها فادي بالأمر الهين على الإطلاق بدأ فادي بمساعدة من شقيقه البحث عن سر هذا المتجر اكتشف فادي أن الأسواق الكبيرة تكون مكانا لأداء طقوس معينة لمجموعة من الطوائف الغريبة اكتشف فادي أيضا أن ذلك المخلوق الذي هاجمه كان في الأصل طفلا صغيرا تم خطفه وتعذيبه لسنوات طويلة ليعتقد هذا الطفل في النهاية أنه حيوان وليس إنسان ولذلك كان ذلك الشخص المشوه يعتقد أنه حيوان متوحش وليس بشرا عاديا قرر فادي أن يمضي في حياته بدون اليوتيوب وأن يكتفي فقط بعمله الروتيني المعتاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر